اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الاولى من دورة تعليم برنامج اكسل المستوى الاحترافي ان شاء الله في هذه الكورس راح نبدأ دروس متقدمة في برنامج اكسل وطبعا حتما هذه الدروس راح تكون احترافية ورح تكون متسلسلة ان شاء الله كل مجموعة الدروس راح نشرح تطبيق معين ورح نبتدي باول تطبيق الا وهو تطبيق رصيد الاجازات هذه المحاضرة راح تكون خاصة بالتصميم كيفية تصميم برنامج رصيد الاجازات بداية راح نسمي الورقة رقم واحد مثلا 2019 وورقة رقم اثنين 2020 طبعا 2019 راح نصمم رصيد الاجازات لسنة 2019 بالبداية راح نكبر حجم الورقة قليلا اول عمود راح يكون للتسلسل اللي هو تسلسل الموظفين وهنا الاسم او اسم الموظف وطبعا الرصيد اسم الموظف الرصيد نملأ لخمس موظفين مثلا واحد وطبعا هاندل مثل ما تعلمنا انه انسوي هاندل الارقام ونكتب مثلا محمد باسم علي سلام عزيز محمود احمد ناظم عبدالعزيز طاهر حبيب محمد احمد عبدالغفار سلام طبعا مثل ما تعلمنا انه الاحتواء تلقى يكون دابل كليك على الخط اليساري للعمود وهذه موظفين لشركة معينة ريد نحسب الارصدة بناء على الاجازات الاعتيادية المقدمة من قبلهم طبعا راح نبدي هنانا التاريخ اللي هو واحد واحد الفين تسابع عشر راح يكون واحد شارحة واحد او ممكن انه نبني التاريخ بشكل بسيط واحد كانون الثاني انتر طبعا راح نسوي هاندل وطبعا السنة تحتوي على تقريبا ثلاثمية وستين او ثلاثمية وخمسة وستين يوم والتاريخ بهذه الطريقة راح يصبح عندنا الحجم كبير جدا وبالتالي راح نحاول انه نقلب التاريخ عموديا حتى ياخذ حجم قليل وطبعا يتم قلب التاريخ عموديا من خلال تحديد التاريخ ونذهب الى الصفحة الرئيسية ومن ثم نذهب الى الاتجاه ونختار استدارة الى الاعلى استدارة الناس الى الاعلى بعد ما اختارينا استدارة الناس الى الاعلى دبل كليك في الخط الاساري حتى يكون عندنا احتواء تلقائي وطبعا اكيد نسوي هاندل لشهر كامل شهر كانون الثاني طبعا نلاحظ انه 13 كانون الثاني ممكن انه نوصل الى 31 طيب اصبح عندنا 31 كانون الثاني شهر كامل محدد هذه هي الخلايا جميعا او الاعمدة عفوا ومن ثم دبل كليك في الخط اليساري على اي خلية من هذه الخلايا حتى يصير عندنا احتواء تلقائي مثل ما نلاحظ انه اصبح عندنا احتواء تلقائي لهذه الخلايا ممكن نوسط هذه الخلايا افقيا وعموديا من خلال انه توسيط افقي وتوسيط عمودي طبعا لا ننسى انه هذه الخلايا نضيف لها حدود حقيقية حدود واقعية من خلال هذا الخيار ونختار كافة الحدود جيد توقع عمل التقرير الخاص بنهاية الشهر راح يكون هنا مجموع اعتياديات كانون الثاني انتر وطبعا ايضا راح يكون استدارة الناس الى الاعلى وطبعا ممكن انه هذا النص ممكن نضيف لالتفاف النص حتى ممكن انه يصير على شكل سطرين صغر صغر عرض العمود واكيد طبعا توسيط افقي عمودي واحتواء تلقائي في هالمنطقة راح يكون اهنا في هالمنطقة راح يكون مجموع الاعتياديات للمنتسبين خلال شهر كانون الثاني وطبعا راح ننطي لهذا العمود لون تعبئة معينة مثلا راح يكون اخضر اللون الاخضر وممكن انه الرصيد ايضا راح يكون باللون الاخضر وطبعا ممكن الاسم والتسلسل يكون بلون مثلا برتقالي فاتح طيب وهكذا نكمل الشهر الثاني راح يكون واحد شباط طبعا ممكن انه نحدد هذه الخلية اي خلية من هذه الخلايا وطبعا ناخد نسخ التنسيق ونضيفها على هذه الخلية وطبعا ندبل اكليك على الخط الاساري وطبعا نكمل الشهر الثاني وطبعا لا ننسى انه احتواء تلقائي لجميع الاعمدة طيب ممكن انه نحدد هذه الخلايا واحتواء تلقائي افقي عمودي بعد نهاية الشهر ممكن التقرير لا ننسى ممكن انه نضيف التقرير اللي هو راح يكون مجموع اعتياديات شباط ايضا ممكن انه نحدد هذه الخلايا نسخ التنسيق ونحدد هذه الخلايا وطبعا لا ننسى انه دبل اكليك على الخط اليساري حتى يصبح عندنا احتواء تلقائي طبعا نكمل الشهر الثالث اللي هو واحد اذار طبعا ايضا بنفس الطريقة نسخ التنسيق لصق التنسيق دبل كليك على الخط اليساري للعمود وطبعا من ثم نحدد الاعمدة جميعا ودبل كليك على الخط اليساري لأي عمود من هذه الاعمدة حتى يصبح عندنا احتواء تلقائي ايضا بنفس الطريقة مجموع احتياديات اذار طبعا ناخذ نسخ تنسيق من هذه الخلايا نسخ التنسيق وننصقها على هذه الخلايا وطبعا اكيد دبل كليك على الخط اليساري طبعا وهكذا بنفس الطريقة يتم اكمال بقية الاشهر الخطوة التالية في التصميم طبعا نحدد الخلايا الخاصة بملئ الاعتيادية للموظفين ونذهب الى قائمة بيانات ومن ثم التحقق من صحة البيانات ومن اي قيمة نختار قائمة وبالمصدر نكتب عين وموافق الغرض من هذه الخطوة هو للتسريع حتى يتم اختيار اعتيادية لأي منتسب يأخذ اعتيادية وطبعا سيتم شرح هذا الاختصار اللي هو حرف العين في المحاضرات القادمة ان شاء الله بنفس الخطوة بنفس الخطوة نحدد الخلايا الخاصة بشهر شباط وطبعا لا ننسى انه نضيف حدود وطبعا نروح على بيانات والتحقق من صحة البيانات ونختار قائمة ومن ثم من المصدر نضيف عين واكيد بنفس الطريقة الشهر الثالث والشهر الرابع طبعا نضيف حدود ونروح على بيانات ومن ثم التحقق من صحة البيانات ونختار قائمة ومن المصدر نكتب عين بعدها موافق اكيد طبعا بعد اكمال هذا التصميم طبعا يتم اكمال بنفس الخطوات بقية الاشهر ان شاء الله في المحاضر القادمة راح نشرح هذا البرنامج بشكل ادق وبتفاصيل اكثر ان شاء الله ورح نتعلم بعض المعادلات والدوال اللي تخدمنا في حساب رصيد الاجازات للموظفين نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة